قد لا تكون قرية كونشست الواقعة في شمال شرق رومانيا المكان الأمثل للسكن لكنها بالنسبة إلى فالنتينا ترمز إلى بداية حياة جديدة فهذه المرأة استقرت هنا مع أطفاله الثمانية بفضل برنامج حكومي جديد يهدف إلى حماية النساء اللواتي يعانين من العنف الأسري هنا تؤمن البلدية السكن للأسر المحتاجة مجانا سعيا منها إلى مكافحة ظاهرة هجرة السكان كان كل شيء على ما يرام لدى وصولنا إلى هنا التدفئة كانت مؤمنة والطعام كان متوفرا والأغطية كذلك وكانت نظيفة وخصصت البلدية مئة ألف يورو لشراء عشرة مباني وتجديدها وهي إضافة إلى تأمين المسكن والمعونة الاجتماعية تساعد الوافدين الجدد على إيجاد وظائف في قطاعي الزراعة والبناء وقد استقرت بالفعل 12 عائلة جديدة في القرية تتألف سبع منها من أمهات وأطفالهن معظمهن من ضحايا العنف الأسري لا أدري كيف كانت هؤلاء النساء يعاملن حيث كن ولماذا لم تتخذ تدابير لحمايتهن هن عيشن ظروفا قاسية على ما يروين في العام 2014 كشفت دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي أن ربع النساء الرومانية تقريبا تعرضن إلى العنف الأسري وهي نسبة أعلى بقليل من المعدل الأوروبي على هذا الصعيد غير أن البلد يفتقر إلى ما يكفي من مراكز لاستقبال حالات من هذا النوع فتواصل بالتالي معظم الضحايا العيش إلى جانب معنفيها وبفضل البرنامج الذي أطلقته بلدية كونشستي انضم ستنا طفلا جديدا إلى أطفال القرية الأساسيين وعددهم مئتان وقد نجحوا في الاندماج معهم نجح الأطفال في الاندماج وهم يتواصلون مع الآخرين ويلعبون معهم أثناء فترات الاستراحة أو بعد المدرسة وبات لهم أصدقاء وكادت هجرة الأهالي وانخفاض معدل الولادات يتسببان بإغلاق مدرسة القرية التي أتاح برنامج الاستقبال هذا السمررها وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لإقامة هذا البرنامج الذي أتاح كذلك للمقيمين الجديد في كونشستي فرصة العيش بسلام في السابق كانت علاقة بأطفال تقتصر على واجبات الأمومة حتى وإن تشاركنا بعض الأسرار الصغيرة عانى الأطفال من توتر الأعصاب وكان ذلك بسببي أيضا لأني كنت غاضبة في معظم الأحيان أما الآن فأصبحنا أصدقاء ونناقش كل المواضيع لم يمر على إطلاق هذا البرنامج سوى 6 أشهر غير أن البلدية تتطلع إلى تحقيق المزيد آملة في أن يؤسس هؤلاء الأطفال أسرا خاصة بهم في القرية هنا يوما ما ترجمة نانسي قنقر